كل دولاده واحد 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 اهلا بحضراتكم مرة تانية في الحقيقة دايما احنا بنجهز الحلقة بما ان البرنامج اسمه الترند فدايما بنشوف ايه الترندات او ايه الترند رقم واحد في الجانب الرياضي تحديدا وللناس كلها بتتكلم عليه يعني فالمرة دي لقينا ان ترند رقم واحد في مصر على مدار الايام القليلة السابقة اليومين ثلاثة اللي فاتوا والحد دلوقتي كمان هو الاهلي فوق الجميع وفي الحقيقة لغض كبير جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين كده هو ترند رقم واحد الاهلي فوق الجميع وكلام كتير حصل على مدار الـ 48 ساعة اللي فاتوا وده امر يعني معروف حابين جدا ان احنا نوضحه لحضراتكم لان في حالة من الجدل حصلت من خلال احد الكتاب اللي قال تعبير لا يليك ابدا على هذا الشعار الخاص بالنادي الاهلي فاحنا حابين نفكره بالتاريخ بما انه هو مش مؤرخ كورة وبما انه هو بيظهر في بعض المناسبات القليلة جدا اللي يتكلم فيها عن الكورة كامل الاحترام والتقدير طبعا لشخصه راجل اكبر مني بعدد كبير من السنوات لكن في نفس الوقت الحقائق لازم نتكلم فيها ولازم نوضحها لكل الجماهير بالتحديد جماهير النادي الاهلي اللي همها جدا الموضوع ده فتعالوا نفكر بعد كده الكابتون صالح سليم الله يرحمه احد رموز النادي الاهلي التاريخيين واحد الشخصيات اللي اثروا في كل اهلاوي واثروا في تاريخ النادي الاهلي بشكل واضح وملموس كان في توقيت انتخابات عام 92 كان طلع شعار الاهلي فوق الجميع وكان بيقصد بيه بيقصد بيه ان الاهلي فوق جميع ابنائهم نظرا لقوة المنافسة على المقاعد الخاصة بمجلس الادارة ورئيس النادي والانتخابات والكلام اللي حضراتكم عارفين فالرجل الله يرحمه طلع الشعار ده قالك يا جماعة الاهلي فوق الجميع مصلحة الاهلي ده المعنى الحقيقي للكلمة مصلحة الاهلي فوق مصلحة كل ابناء اهو ده الغرض هو ده المعنى لكلمة الاهلي او لشعار الاهلي فوق الجميع اللي اطلقوا الكابتن صالح سليم رحمة الله عليه تمام حل فبالتالي الدنيا واضحة لكن للأسف الشديد للأسف الشديد اللي بينسوا التاريخ شوية او هما مش بينسوا هما امكانياتهم كده بالتحديد في الجانب التاريخي اللي بيتعلق بالرياضة واللي بيتعلق بالاندية اه حاولوا ان هما يقولوا بعض التعبيرات اللي ما ينفعش تتقال على شعار زي ده ولازم ان انت تكون بتحترم شعار أثر في وجدان كل الاهلوية زي شعار الاهلي فوق الجميع فالرجل ده مش مقرر الكرة حلو الراجل ده بيتكلم في الكرة كل فترة لما يكون في مناسبة سعيدة بالنسباله تكون مناسبة سعيدة بالنسباله على حسب انتماؤه احنا عارفين انتماؤه ايه وما فيش اي مشكلة طبعا انه ممتمي لنادي اخر ده حاجة عاديا لكن في نفس الوقت ما تحاولش ان انت تقلل من تاريخ او تقلل من شعار بيتعلق بمبدأ من مبادئ ابناء النادي الاهلي مبدأ من مبادئ ابناء النادي الاهلي ورموز النادي الاهلي كمان واساطير النادي الاهلي ان الاهلي فوق اي حد من ابنائه مصلحة الاهلي فوق مصلحة اي حد من ابنائه وده مبدأ من مبادئ النادي الأهلي واللي عجبني جدا جدا ان جمهور النادي الأهلي شاف ان المبدأ ده هو جزء من مبادئه الشخصية يعني انت كأهلاوي كأهلاوي مبادئ النادي الأهلي بتبقى منطبقة جدا جدا مع مبادئك الشخصية عشان كده انت بتنتمي لنادي الأهلي او بتحب النادي الأهلي مش معنى كده ان النادي التاني ما عندهاش مبادئ لا احنا ما نقولش الكلام ده لكن مبادئ النادي الأهلي واضحة البعض دايماً بيحاول يقلل منها ومن كومتها لكن في الحقيقة هي بقيمة كبيرة جداً 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 وبتساهم بشكل أو بآخر لما بتمشي في طريق المبادئ دي بتساهم بشكل كبير جداً في الإنجازات اللي بتتحقق على مختلف الأصعاد رياضياً إنشائياً اجتماعياً كل حاجة كل حاجة فبالتالي ما تقللش أبداً من حاجة زي كده